كانت الأرض خالية وكان الله سبحانه وتعالى قد هيأ لها من يسكنها ويعمرها فقال لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة وتفسير الآية أن الله سيجعل في الأرض قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وتفسير الآية أتجعل في الأرض من يرتكم فيها المعاصي ويقتل ويريق الدماء ونحن نعبدك ونسبح لك ونقدسك ولا نعصي لك أمرا قال الله عز وجل قال إني أعلم ما لا تعلمون أي أن الله تعالى يعلم الفائدة من خلق آدم فمن نسله سيوجد الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون ورأى الملائكة كيف أن الله أمر سيدنا جبريل أن يجمع حفلة من تراب الأرض تنوحت فيها الألوان الأسود والأبيض والأصفر والأحمر وهي ألوان الناس على وجه الأرض وكيف مزج سبحانه قبضة التراب بالماء فصار طينا ثم جعله على شكل بشر ثم نفخ فيه من روحه فدبت الحياة فيه ثم علمه أسماء الأشياء والمخلوقات فعلمه اسم كل دابة تدب على الأرض واسم كل طير يطير في السماء وكذلك علمه أسماء كل ما يوجد على الأرض أو فوقها حتى أسماء الملائكة علمه إياها وأمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لأبينا آدم بعد أن سألهم عن أسماء الأشياء فلم يعرفوا الإجابة عن أسمائها وبعد ما رأى الملائكة ما رأوا نفذوا أمر ربهم وسجدوا لآدم سجود تحية وتكريم لكن إبليس رفض السجود لآدم قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فلعنه الله وطرده من رحمته ووعده بأنه سيدخل النار فسأل إبليس ربه أن يعطيه فرصة في الدنيا إلى يوم القيامة ليجعل آدم وذريته يرتكبون المعصي فيدخلون معه النار وهكذا عرف آدم أن إبليس هو عدو له ولذريته ولأحفاده ولبني البشر أجمعين وحذره الله منه ونصحه بأن يتجنب أقواله وأفعاله حتى لا يهلك معه في النار يوم الحساب ظل سيدنا آدم وحيدا في الجنة وذات يوم نام نومة ولم استيقظ وجد عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ظلعه الأقصر الأيصر وهو نائم وأمر الله تعالى آدم أن يسكن هو وزوجته الجنة ويأكل من خيراتها وثمارها وحذرهما من أن يقرب شجرة واحدة مخصوصة ونهاهما أن يقطف ثمارها حتى لا يكون من الظالمين لنفسيهما بعصيان أوامره ونواهيه أخذ إبليس يتقرب إلى آدم وحواء ويوسوس لهما ليسلب منهما كل النعم التي وهبها لهم الله متصنعا دور الناصح الذي لا يريد لهما سوى الخير ونسي آدم أن إبليس عدو له ونسي تحذير الله وتنبيهه له فأكل من الشجرة المحرمة وهكذا وقع في الخطيئة فانكشف لهما عريهما فأسرع يقتفان من ورق الشجر ويضمان بعضه إلى بعض لستر عوراتهما وهما يشعران بالخجل والندم الشديد اعترف آدم وحواء بذنبهما وطلب التوبة والمغفرة من الله فتاب الله عليهم وعفى عنهما وأمرهما بعد ذلك بالنزول إلى الأرض وأخبرهما أن الأرض هي مستقرهما ومكانهما الحقيقي الذي وجد وخلق من أجل عمارته والتمتع بنعمه وخيراته وحذرهما مرة ثانية من إبليس اللعين لأنه لن يتركهما يعيشان في سعادة وراحة بال وما هي إلا شهور قليلة حتى وضعت حواء توأما قابيل ومعه أخت وبعض مرور عام وضعت توأما ثانيا هابيل ومعه أخت وبعض ما كبر قابيل وهابيل اشتغل قابيل مزارعا وعمل هابيل راعيا للغنى كان هابيل مطيعا لوالديه كريما يحب فعل الخير وتقديم يد المساعدة لكل من يلتجئ إليه على عكس قابيل الذي عرف بالبخل والكسل والخمول وعذم الجدية في العمل أراد سيدنا أهدم أن يزوج قابيل وهابيل ففكر في تزويج أخت قابيل لهابيل وأخت هابيل لقابيل وكانت أخت قابيل أكثر جمالا من أخت هابيل فوسوس إبليس لقابيل فاعترض هذا الأخير على زواج هابيل من أخته التي ولدت معه وهذا الله سيدنا أهدم إلى حل وهو أن يقرب كل واحد منهما قربانا إلى الله فمن يتقبل منه الله قربانه يتزوج الفتاة التي يريدها وقدم هابيل كبشا سمينا من أجود أعنامه وأملحها وأما قابيل فقدم حزمة من رديء زرعه فتقبل الله صدقة هابيل فاغتاز قابيل وفكر في قتل أخيه هابيل وذات يوم وبينما كان هابيل نائما رماه قابيل بحجر كبير نزل على رأسه فحطمه وهكذا قتل قابيل أخاه هابيل دون أي ذنب ارتكبه حمل قابيل جثة أخيه هابيل على ظهره ورح يمشي بها دون هدف يريد أن يخفي الجثة ولكن لا يعرف كيف ولا أين وبينما هو سائر رأى أمامه غرابين يتقاتلان إلى أن هلك أحدهم الآخر فعمد الغراب القاتل إلى الأرض يحفر للقتيل فيها حفرة بمنقاره وبرجليه ثم ألقاه فيها وردم عليه التراب فأحس قابيل أن الغراب كان أحسن منه إذ عرف كيف يتعامل مع جثة الغراب الميت أما هو فعجز وتملكته الحيرة وأسرع بدوره إلى حفر حفرة تسع جثة أخيه ثم دفنها فيها وأهال عليه التراب وندم قابيل الندم الشديد ولكن بعد فوات الأوان وبعد ذلك استمرت الحياة ووضعت حواء لآدمه بعد مقتل ولده هابيل ولدا أسمياه شيت ويعني هبط الله ثم انتشر الناس بعد ذلك في الأرض وكثروا وتوفي آدم عليه السلام بعد عمر طويل جدا وحضرت الملائكة وغسلته وكفنته في ثياب انتهت قصتنا الليلة شكرا أحبتي إلى اللقاء